وعيد شو بدي كنت بسات فيكا بسات يام حسات انو انا ما ممكن كون الا ممثل كنت تابع طبعا المجلات الفنية اللي كنت تصدر هون من زمان وطابع على التليفزيون البرامج اللي كانت تنحط طوال انا كنت من انا صغير فترة صراحة يعني معجب بالله رحمه محمود الميليشي كان يهزني يوسف فوهبي مثلا يعني بس يبلش يحكي هيك يحس انو في رهبي فيه طبعا في ناس كتير غيره في فريد شوق في ناس كتير يعني بس هولي انا كان يهزوني مو بعرف لاي من انا صغير يعني اول ما بلشت انا بقطة شارع الحمرة كمان اول فيلم لسامير القصيني كمخرج اول لغاية الخمسة السبعين يعني اشترت اللي بشي 12 تشار فيل انا كل عام اللي اشتغلت فيه كنت مقتنع لما نشفت طارت القناعب يعني يعني في اشيه غيبت عني مسلا بدي شوفها انو تنفزيت ما تنفزيت انقهر يعني منحسن بالتاني وبالتاني رحت عالقاهرة هربة من الحرب يعني كان اللي الحظ انو مسلت مع نور الشريف بفيلم اسمو قطة على نار واخد جايزي عمله بالعرجان القاهرة لما بدي ارجع صار نور يقللي نور محمود يسين وعزت العليلي اصدقاء من بيروت يعني والمخري الصعيد مرزوقه يا شو اي خليك خليك انت اخي خلاص بتروح مسل باللبناني اخي انا نزل عامل انتاش قلولي انت شو انت مجنون وانا عملت الانتاش بالتسعة وسبين بالواحدة وتسعين بس مشيت معدلت السلام قلت انا بعمل اعادة احياء افتتاح السوديو بعلبك يعني واتفقنا ان احنا بشركة انترا اما بعرف شو هدا كان فيه نور الشريف ترك نور الشريف لانه بدون يعطونا اياه على ثلاث سنين نور بدو اياه عشر سنين ومعو حق نور يعني بس انا ضليت امتيس لانه ما تنسى انا دقيعت بالملجأ وبطلع وبنزل مخي مسكر يعني هدايك بعضو عمبيشت برا الزرمي لا تلات سنين تلات سنين عارف كيه وعملنا الافتتاح طبعا نور ساعدني كتير بالمسلين اللي اجو منونيك يعني كله عالتليفون وعالسنترال ما كانش فيه لسلولارات ولا انزع عالسنترال الوضع يعني كلنا منتذكر ايه يقعد من عشية لعبك رامسنترال سن الفيل يعني نحكي مع الاخوة اللي بمصر وعملنا الافتتاح واجو الناس كلهم فعلا يعني بوقتها وعلى اساس اخدقاء تلات سنين انا يعني تركت بعد ثمانة شهور من تسعة شهور لانه حسيت انه رح يبلش يجيني سكري وانا زلني بخاف حالي يعني بخاف يجيني قلب وسكري بخاف. بتوقع يعني. ايه بتوقع بضل خيفان يعني. طيب مين كان اللي رح يعمل لك سكري يومي يعني شو صار? الموظفين طبع ستوديو بالبك. كيرسي. يعني هوم عوضين انه ستوديو مسكر صاره عشر اتناشر سنة. خمس عشر سنة. ما عاشت وضمان وكلشي وادا وما بيجو يعني. بيجي له ربع ساعة بيقل شوية بيشربوا قهوة. بيعنجلو وبفلو. ايه 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 احد بيجي الساعة سبعة بكرة وشوف شو فيه ولاش هذا ما ايجا ولاش هذا. بعدها انا مش فسيد. يعني قالوا لي اعمل لهم رابور عمور رابور فيه. يا خي انا كان الفسيد بالمدرسة. قلطي له عالب وبره وقلطه قتلي. يعني. بقى انا ماني فسيد يعني. ست سبعة ايه هالا ستو باش بدي. مارسي اعطيكم لعفة. ما بدون. ما بدون يشتغلني. طالما الانسان عايش فيه نبط بيضل يحلم. اللعبة السينمائية مانا حلم بس. هي حلم وتحقيق الحلم. تحقيق الحلم هو مفروض تكون صناعة. لانه السينما صناعة ولما تكون صناعة مفروض تكون تجارة. كانت العملية كلها مبادرات فردية. بالنسبة الي كبيدية وبالنسبة الي كتير من الزملاء عملوا وتعبوا. اشتركوا في القناة